نحن نفتتح الحلقة بالحديث عن الكتب التي تم اكتشافها عن طريقنا الكتب التي تدعو للتطرف وتدعو للكراهية وتحض على الإرهاب كتب سيد طب وسيد سابق وابن تيمية وغيرهم من الكتب التي تحدثنا عنها واكتشفنا وجودها في قصور ثقافة تابعة للهية العامة لقصور الثقافة لوزارة الثقافة يعني نحن نقدم منصة مجانية للأفكار المتطرفة ولمنظري الإرهاب هذا الموضوع هو في غاية الأهمية علشان كده نحن مركزين عليه بقالنا يومين ردود الأفعال اللي جات لنا خلال اليومين الماضية شجعتنا أكتر وأكتر أن نحن نستمر في دق جرس الإنذار نستمر في الدعوة إلى تنقية مكتبات الجمهورية سواء حتى المكتبات التابعة لوزارة الثقافة أو المكتبات اللي في المدارس المكتبات اللي في المساجد أيضا لأنه لازم نعرف أن هذا الأمر هو أمر خطير للغاية عندما تدخل مكتبة تابعة لوزارة الثقافة وتجد كتاب لسيد قطب ولا لسيد سابق ولا لمحمد قطب ولا لغيرهم من منظري الإرهاب وتجدوا كده واضحا للعيان يقابلك كده في وشك ما فيش أي حاجز بينك ما بينه هذا أمر يدعو إلى التوقف ويدعو إلى أن تتضافر الجهود علشان كمان نشوف ما وراء هذه المسألة هل وجود هذه الكتب في مكتبات قصور ودور الثقافة كان يعني ورائه إهمال ولا فيه ناس لا تزال تعمل في أجهزة الدولة الحساسة وتنتمي إلى جماعة الإخوان هل السنة التي حكم فيها الإخوان نصر هي السبب في وجود مثل هذه الأشياء أم لا علشان كده النهاردة بعد الفقرتنا الإخبارية هنفتح هذا الملف ولكن هنفتحه بتوسع علشان نطرح العديد من الأسئلة مع اتنين من المثقفين المصريين والمسؤولين السابقين عن هيئة قصور الثقافة في مصر علشان نعرف آلية وجود الكتب في قصور الثقافة آلية التبرع بالكتب يعني أنت بتروح مكتبة وتلاقي يقولك الكتاب ده تبرع بيه فلان فلاني أو مجموعة هذه الكتب تبرع بيها فلان فلاني هل في آلية لتنقية هذه الكتب لمعرفة فحوة هذه الكتب قبل من حطها على الرف ونجعل الناس يعني نجعلها متاحة للجميع لكل من يريد أن يقرأ وكل من يرتاد قصور الثقافة ده موضوع مهم مكملين فيه النهاردة بقدر من التوسع ما عليش يستحملونا لكن الموضوع يستحق أن احنا نتوسع فيه علشان كده زي ما قلت لحضراتكم فقرتنا الأولى عن هذه القضية